أكد وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية أنوار جرغاش في تغريدات على حسابه في تويتر أن قطر في موقع أصعب اليوم أو في موقع أصعب اليوم مضيفا أن المتابعة للإعلام القطري يرى عودة ساذجة للعمل ضد الجبهة السعودية الإماراتية وفي تأكيد على أن الأزمة ليست مصطنعة قال جرغاش إن أزمة قطر سياسية حقيقية وعلاجها غير إعلامي وضاف أن الإمارات تسعى إلى حل حقيقي يقل منطقة شر سياسات ناتت على الخليج والعرب بالفوضى والعنف متمنيا أن تكف الدوحة عن المناورة وأن تتعامل ظاهرا وباطنا بشفافية مشيرا إلى أن أقصر الطرق هي الصراحة مع الرياض كما أكد جرغاش على أن ما تابعناه بالأمس غمرنا تفاؤلا بانفراج حقيقي معبرا عن أسفه لتعدد مصادر القرار وغياب الحكمة الذي بدد الفرصة وأكد جرغاش على أن قطر تسعى لدق إسفين الخلاف بين الرياض وأبوظبي مضيفا أن الحكمة هي أن تعالج قطر أزمتها مع محيطها شكرا